الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المتقى والله يحب المطهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد الترجمة السابقة كانت فيه الذبح لغير الله وأنه من الشرك الأكبر الناقل من الملة لأنه عبادة والعبادة كلها لله كما تقدم في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان عدم جواز الذبح لله سبحانه وتعالى في مكان يعبد فيه غير الله في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل فإذا كان ثمة مكان اتخذ موطنا لعبوديات لغير الله عز وجل من ذبح أو غيره فلا يحل لمسلم أن يقصد ذلك المكان بنذر أو ذبيحة أو نحو ذلك لأن هذا فيه مضاهات لمن يعبدون غير الله في هذا الموطن وفيه سد للذريعة ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى قال باب لا يذبح لله لا يذبح لله أي خالصا لا يبتغ به إلا وجه الله بمكان يذبح فيه لغير الله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن أي أن هذا لا يجوز أي أن هذا لا يجوز ويحرم على المسلم أن يفعل ذلك أي أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل وذلك لما تقدم لما فيه من المشابهة لصنيع أهل الشرك في المكان ومعلوم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم فهذا شابههم في المكان شابههم في المكان اتخذ المكان الذي اتخذوه والموطن الذي عظموه فهذا فيه مشابهة لهم فيتناول قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وأيضا لما في ذلك من التعظيم للمكان المفضي إلى الشرك ولهذا فإن النهي كذلك من أسبابه سد الذريعة سد ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى وسد الذريع هذا باب مهم جدا في أمور الشريعة عموما وأمور التوحيد على الخصوص ولهذا سيأتي معنا أبواب كثيرة كلها فيها سد الذريعة سد الذريعة حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم أورد قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا فيه أي المسجد الذي ذكر في الآية التي قبل هذه الآية والمعروف بإسم مسجد الضرار وهذا الإسم أطلق على هذا المسجد بالقصد الذي قصده من بنوا المسجد ببنائه حيث فضحهم الله عز وجل في السورة الفاضحة سورة التوبة فضحهم وهتك سطرهم سبحانه وتعالى قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا يعني هذا المسجد الذي هو قائم على هذه الأمور قائم على الكفر وقائم على الصد عن دين الله والكيد للمؤمنين ومعاونة المشركين إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وفي الظاهر يزعمون أنهم أرادوا الحسن وأرادوا الخير وأرادوا موطن للعبادة وهذا المسجد بني قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك وجاء من بناه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أن يصلي في المسجد وقال نحن على سفر سفر إلى تبوك قال وَإِذَا عُدْنَا أُصَلِّ فِيهِ فلما قرب من المدينة نزلت هذه الآيات الفاضحة لهؤلاء ونهاه الله عز وجل أن يصلي فيه ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا لله لا يصلي إلا لله سبحانه وتعالى ولكن لما كان هذا الموطن لما كان هذا الموطن اتخذ كفرا وصدا عن سبيل الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لما كان هذا القصد من إنشاءه والإضرار بالمؤمنين لما كان هذا القصد من إنشاءه نهاه الله نهاه الله عز وجل من أن يصلي فيه الصلاة لله لكن لما كان هذا المسجد بني على هذه الصفة نهاه الله قال لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فيكون وجه المطابقة للآية للترجمة أن هذا المسجد الذي ومسجد الضرار لما أسس من أول ما أسس على المعصية لله سبحانه وتعالى والكفر به عز وجل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإضرارا بالمؤمنين لما كانت هذه مقاصد بنائه صار محل غضب لله صار محل غضب لله سبحانه وتعالى فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي فيه قال لا تقم فيه أبدا فكذلك وهذا وجه الاستشهاد بالآية على المقصود فكذلك المواضع التي أعدت لماذا للدبح لغير الله والنذر لغير الله لا يجوز قصدها للعبادة لأنها مواطن غضب تخذت للشرك بالله عز وجل والكفر به فلا يجوز أن تقصد من أجل أن يقام فيها أن يقام فيها عبادة نعم قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببغانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة لم يسمى هذا الرجل وجاء في روايات الحديث في سنن أبي داود أن اسمه كردم اسم هذا الرجل كردم بن سفيان والذي عند أبي داود يحتمل أن يكون هو هذا الرجل أو تكون قصة أخرى لأن ترويها ميمونة ابنته عن والدها كردم ابن سفيان وفيه أن النذر كان غنم في احتمل أن القصة هي هي أو قصتين أو يكون ذاك حديث وهذا حديث آخر أو هذه قصة وتلك قصة أخرى قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة هذه هي موطن هضبة قريبة من ينبع قريبة من ينبع قريبة من ساحل البحر ليست بعيدة عن ساحل البحر فنذر أن ينحر إبلا في ذلك الموطن فقبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم استخصل منه عن المكان سأله بعض الأسئلة عن المكان وهذا الاستفصال قبل الجواب يدل أن هذا الذي استفصل عنه له أثر في ماذا في الجواب وإلا لم يكن هناك حاجة للاستفصال فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثا من أوثان الجاهلية يعبد؟ بوانة بوانة هل كان فيها وثا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قالوا لا قالوا لا يسأل الحاضرين قالوا لا أي ليس فيها وثا لم يكن فيها وثا يعبد وثا من أوثان الجاهلية قالوا لا يعني لم يكن فيها شيء من ذلك قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد يطلق على هو اسم لما يعود اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد في يوم مخصوص ولهذا العيد يجتمع فيه أمور ثلاثة ليكون عيدا مكان يجتمع فيه أمورا ثلاثة يوم معين للاجتماع والاجتماع في في ذلك اليوم وأعمال مخصوصة في ذلك الاجتماع أعمال مخصوصة في ذلك الاجتماع فسأل هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ معنى ذلك ماذا؟ هل أهل الجاهلية يقصدون في يوم كل سنة أو يومين مثلا من السنة يقصدونه ويجتمعون فيه ولهم أعمال معينة في ذلك اليوم هذا المقصود بالعيد ثلاثة أمور ثلاثة أمور يوم واجتماع وأعمال فلما قال هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل هناك يوم في السنة يقصد أهل الجاهلية هذا المكان ويجتمعون في هذا المكان ويعملون أعمال مخصصة في هذا المكان؟ هل يوجد هذا؟ هذا معنى السؤال قالوا لا ليس من الأماكن التي يقصدها الجاهلية لأعيادهم أو أعمالهم أو نحو ذلك لا فيه وثن يعبد ولا أيضاً هو موطن أعياد الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك لما قال أوفي بنذرك عليه الصلاة والسلام قاله بعد ماذا أن استفصل واطمئن عليه الصلاة والسلام أن المكان ليس فيه وثن وأنه ليس فيه عيد من أعياد الجاهلية أرأيتم لو كان جوابهم لو كان جوابهم لما سأل قال هل فيه وثن؟ قالوا نعم كان فيه وثن هل فيه عيد؟ قالوا نعم هل يبقى الجواب هو هو؟ لا يمكن لأن ما فائدة إذن الا الاستفصال سيتغير الجواب سينهىها النبي عليه الصلاة والسلام فلما اطمئن عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجتي وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية قال أوفي بنذرك دل ذلك قوله أوفي بنذرك دل ذلك على أن الوصفة المذكور سبب الحكم دل ذلك على أن الوصف المذكور سبب الحكم ما هو الوصف المذكور؟ ما هو الوصف المذكور؟ خلوة المكان من الوثن وخلوة من الأعياد هذا الوصف لتعلق بالحكم بمعنى لو كان في المكان وثن أو عيد لاختلف الحكم لكان الحكم المنع قال أوفي بنذرك فيكون إذن سبب الحكم بالوثاء خلوة المكان من ماذا؟ من هذين الوصفين وثن أو عيد من أعياد الجاهلية الآن الرجل هذا الذي ندر ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته ما استفصل عن نيته ندر أن يذبح إبلا ببوانا أن يذبح إبلا ببوانا فظاهر صنيع أنه يتقرب لله يتقرب لله يريد تقرب لله يريد ثواب الله يريد ما عند الله سبحانه وتعالى فلم يستفصل عليه الصلاة والسلام في النية ولكن يستفصل في المكان المقصود في المكان المقصود فلما كان المكان سليما من هذين الوصفين قال عليه الصلاة والسلام أو في بندرك فإنه لا وفاء لندر في معصية الله فإنه لا وفاء لندر في معصية الله هذا يفيد أن أماكن الشرك أماكن الشرك قصدها لإقامة عبادة لله فيها يعد معصية يعد معصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا وفاء لندر في معصية الله لا وفاء لندر في معصية الله يعني لو كان المكان شرك أو مكان عيد من عياد الجاهلية فإن قصده للذبح فيه أو النذر أو نحو ذلك يعد معصية ومن نذر فلا يفي في مثل ذلك قال فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم ماذا لو يقول قائل يعني إن شف الله مريضي تصدقت ببيت جاري أو بسيارة جاري أو أشياء من هذا القبيل هذا لا يملكه لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم قال فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ندر المعصية ندر رمعان ندر طاعة هو ندر معصية ندر الطاعة ندر الطاعة يلزم الإنسان أن يفعلك سيأتي معنا في الباب القادم من ندر أن يطيع الله فليطعه فندر الطاعة كفارته الوفاء ندر الطاعة ندر الطاعة كفارته الوفاء الوفاء وندر المعصية هل له كفارة أو لا كفارة له هذه مسألة فيها خلاف فيها خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا كفارة عليه في ندر المعصية ومن أدلتهم هذا الحديث قال لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله فدل على أن النذر لا ينعقد دل على أن النذر لا ينعقد فلا يكون فيه كفارة والقول الثاني وهو الصحيح أن عليه كفارة أن عليه كفارة وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين عموم الحديث يفيد ذلك وأيضا جاء في حديث صححه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذرا فما كان لله فكفارته الوفاء فما كان لله فكفارته للوفاء وما كان للشيطان أي نذر معصية فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا مقصود فيه مسجد الضرار نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد فلما نهاه أن يصلي فيه لكونه موضع عدة للكفر وأغراض فاسدة عديدة ذكرها الله سبحانه وتعالى فكذلك مثله أن نهي عن الذبح في مكان أعد للذبح لغير الله أعد للذبح لغير الله فهذا قياس قياس صحيح نعم الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض السلال بالآية بالقياس والقياس صحيح لأنه متطابق معه في العلة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة نعم يعني الآن الأرض التي بني فيها ذلك المسجد مسجد الضرار للأغراض السيئة الخبيثة أثر في الأرض لأن من تأثيره في الأرض أن الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي فيه أن أثر هذا الصنع في الأرض وأيضا الأرض التي أقيمت موطنا لطاعة الله هذا يؤثر فيها فضلا ومكانا يعني انظر بعد بعد النهي قال لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد قبا مسجد قبا وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقصده كل سبت يصلي فيه يقصده كل سبت يصلي فيه صلى الله عليه وسلم وقال من تطهر في بيته وأتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان كاجر عمره كان كاجر عمره انظر الفضل الآن فالطاعة لها أثر في المكان الطاعة لها أثر في المكان والمعصية أيضا لها أثر في المكان قال رحمه الله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال رد المسألة المشكلة الآن المشكلة واضحة في السؤال نذر أن ينحر إبلا ببوانا فيسأل إنه حدد مكان فهل فيه هذا إشكال أو لا إشكال فيه احتمال يكون فيه إشكال واحتمال يكون لا إشكال فيه وهذا سبب السؤال لأن عنده إشكال في ذلك فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه بعد الاستفصال فكان في ذلك رد المسألة المشكلة للمسألة البينة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال ليزول الإشكال الآن هذا رد إلى من إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليزول الإشكال عملا بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويل ذاك في حياته الرد إليه وبعد موته الرد لماذا إلى سنته إلى سنته إذا وجد الإشكال يرد إلى السنة حتى يزول حتى يزول الإشكال فيسأل في ذلك أهل الذكر أهل العلم أهل البصيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نام الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك هذا ما أخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام هل فيه وثن هل فيه عيد من عيادة الجاهلية هذا الاستفصال إذا كانت المسألة تحتاج أن يستفصل المفتي من السائل عن أشياء لها تعلق بالجواب لا بد أن يستفصل فهذا استفاد منه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك نعم الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع نعم يعني لو أن شخص خصص نذرا في قرية من القرآن مدينة من المدن موطن من المواطن لا حرج هذا الرجل نذرا ينحر بإبلا ببوانا فلما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام وتبين أن المكان خالي من الموانع أذن له بالوفاء وأمره بالوفاء قال أوفي بنذرك أوفي بنذرك فإذا تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به لكن بشرط ماذا خلو البقعة من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ولو بعد زواله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيه هل كان فيه فهذا يفيد أنهي عن ذلك سواء كان موجود وزال وزال أو موجود ولا يزال باقيا يتناول قوله هل كان فيه نعم السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله نعم وهذه أيضا مثلة التي قبلها نعم الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية تلك البقعة التي فيها الموانع تلك البقعة التي فيها الموانع لأنه نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما تقدم في الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد نعم ولو لم يقصد الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم لأنه إذا اتخذ الموطن الذي جعلوه موطن عيد لهم لإقامة عمل تعبدي من نذر أو نحوه صار فيه مشاركة لهم مشابهة فيستفاد من الحديث الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد ولو لم يقصده نعم العاشرة لا نذر في معصية نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك نعم أيضا لقوله في الحديث ولا فيما لا يملك ابن آدم نعم قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله النذر هو أن يوجب المر على نفسه من العمل والعبادة ما ليس واجبا عليه في الشرع يعني مثلا الآن لو قال شخص نذرت غدا أنا تصدق بمئة ريال صدق بمئة ريال غدا هل هي واجبة عليه في الشرع ليست واجبة لكن لما قال نذرت غدا أن أتصدق مئة ريال صارت واجبة عليه صارت واجبة عليه فإذا النذر هو أن يوجب المرء على نفسه من العمل أو العبادة ما لم يكن واجبا عليه شرعا ما لم يكن واجبا عليه شرعا و قوله باب من الشرك النذر لغير الله لأن النذر عبادة لأن النذر عبادة يجب على من نذر أن يفي بنذره الله سبحانه وكتعالى كما سيأتي مدح الموفين بالنذر فمن صرف هذه العبادة لغير الله كان ماذا مشركا مثل من ذبح لغير الله مثل من ذبح لغير الله قال وقول الله تعالى اقرأ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر يوفون بالنذر هذا مدح هذا مدح مدح لهم الذين مدح للذين يتعبدون لله عز وجل بالعبوديات التي اوجبوها هم على انفسهم مرة ثانية هذا مدح للذين يوفون لله عز وجل بالعبوديات التي هم اوجبوها على انفسهم لم يجبها الله سبحانه وتعالى عليهم والله عز وجل لا يمدح الا على فعل ماذا لا يمدح الا على فعل عبادة طاعة اما واجب او مستحبة او ايضا ترك محرم هذا الذي يمدح عليه فعل طاعة واجب او مستحبة او ترك محرم هذا الذي يمدح عليه فهي عبادة فهي عبادة واذا ثبت بالادلة انها عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك صرف العبادة لغير الله شرك قال رحمه الله وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وأيضا هذه نظيرة التي قبلها نظيرة التي قبلها يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أي متقربين به إلى الله بالنفقة والندر متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يعلمه ومكتضى هذا العلم المجازات والثواب على ذلك يعلمه أي فيثيبكم عليه يعلمه فيثيبكم عليه فهذا فيها ثناء على الإنفاق في سبيل الله والوفاء بالنذر وأن الله عز وجل مطلع على مطلع على ذلك كله ويثيب عليه عظيما الثواب قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا الحديث في ذكرى أن النذر على نوعين نذر طاعه ونذر معصيه نذر طاعه ونذر معصيه نذر الطاعه من نذر أن يصوم أن يتصدق أن يصلي أن يعمل غير ذلك من أعمال البر والطاعات هذه كلها تسمى نذور طاعه نذور طاعه يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه الأمر هنا للوجوب فليطعه أن يجب عليه أن يفي بهذا النذر الخالص لله الذي أوجبه على نفسه فصار بذلك ماذا عبادة فصار بذلك عبادة والعبادة حق لله وهذا وجه الدلالة العبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى بل صرفها لغيره من الشرك فعلم من الآيتين المتقدمتين ومن هذا الحديث أن النذر عبادة هذا المقصود مقصود إرادة الأدلة أن النذر عبادة وإذا علم أن النذر عبادة فالعبادة حق لله لا يصرف شيء منها لغيره فصرف النذر لغير الله عز وجل هو من الشركة الشركة الأكبر الناقل من الملة وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أي لا يفيد بنذر المعصية لأنه نذر معصية وهل فيه كفارة يمين أو لا فيه خلاف والصحيح أن فيه كفارة كما تقدم البيان نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر والمقصود بالنذر هنا نذر الطاعة مقصود بالنذر نذر الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام فليوطعه أمر هذا للوجوب الأمر هنا للوجوب ونذر الطاعة مثل ما النذر يتصدق أو يصوم أو يصلي أو غير ذلك من أنواع الطاعات الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك يعني أيضا للتوضيح للتوضيح مثال آخر في الندر الإجابة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان واجب ولا مستحب مستحب لكن لو أن شخصا في هذه الأيام قال نذرت لله أن أعتكف العشر الأواخر في رمضان أصبح ماذا واجب لكن هو أصلا ما كان واجبا هو الذي أوجبه على نفسه ويجب عليه الوفاء وجوب الوفاء بالنذر الثانية قال إذا ثبت كونه عبادة إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك فصرفه لغير الله شرك وقوله إذا ثبت كونه عبادة ثبت كونه عبادة بماذا بالآيتين والحديث بالآيتين والحديث يوفون بالنذر وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وقوله في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع فثبت بهذه النصوص الثلاثة أن النذر عبادة والعبادة حق لله صرفها لغير الله عز وجل شرك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا أماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم قال رحمه الله الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به نعم نذر المعصية نذر المعصية يعني إذا نذر الإنسان أن يعصي أن يفعل معصية من المعاصي من عموم الآثام والمحرمات وغيرها النذر فلا يعصه فلا يعصه للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمع بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وارش مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وعلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحق اندماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم